أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 69% من المنشآت التعليمية التي كانت تأوي نازحين في قطع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر وشدت الأونروا على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة مطالبة بضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ لقانون الإنساني والقيام بالوقف الفوري لإطلاق النار اشتركوا في القناة